في حكاية النهاردة ما بين النادي المصري واتحاد الكرة المصري النادي المصري عايز اللاعيبة بتاعته اللهم احمد ايمان منصور واحمد عيد يتأيده وفي مشكلة عند اتحاد الكرة من نادي الزمالك وشكرا من نادي الزمالك ان اللاعبين دول موقعين مع نادي الزمالك المصري شايف انه عنده حق فانت ليه ما بتأيدش اللاعبين عشق النادي المصري أصدر النهاردة بيان بيطالب في اتحاد الكرة بسرعة الرد على عدم قيد أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بصوا وده البيان قالوا أولا نحن متعمدين إرسال هذا المتعمدين بكز معي بس عشان السيغة بتاعة الخطابة أعمل إزاي أولا نحن متعمدين إرسال هذا الخطاب إلى سعادتكم على أمل أن تتخذ الجهة المختصة قرارها في هذه القضية المتدولة في أروقة الاتحاد بين الإدارة التنفيذية وشؤون اللعبين والشؤون القانونية منذ كام؟ منذ واحد وثلاثين تمانية ألفين تلاتة وأشين يعدخلين على شهر ونص وحتى الآن لم يتم اتخاذ القرار المناسب في هذا النزاع من قبل الجهة المعنية بالأمر داخل الاتحاد ولا نعرف لماذا كل هذا التأخير الغير مبرر هل لأن المختصين لا يعرفوا ما هو القرار المناسب أم أنهم غير قادرين على اتخاذ القرار المناسب وأن تأخر اتخاذ القرار يسبب ضرر لا يمكن تدركه لكل أطراف النزاع سواء اللاعبان أو النادي المصري أو النادي الزمالك والمتسبب في هذا الأمر هو الجهة المختصة باتحاد الكرة وكل ما يكون به الاتحاد ترديد عبارة واحدة هي أن الأمر من اختصاص اتحاد الكرة نعم هذا صحيح ولكن الاتحاد لم يتخذ قراره منذ واحدة وتلاتين تمانية الفين تلاتة وعشر فلماذا التأخير وما هو السبب في نزاع يجب اعتباره عاجل لاعتبارات كثيرة سوف نذكرها فيما بعد وكده النقطة التي ترى دي مهمة كمان أرسل الاتحاد خطاب في اتنين عشر الفين تلاتة وعشر يذكر فيه منصة عليه مادة احداشر فاكرة ستة من لقاحة شؤون اللاعبين ومتضمنها توجيه ضمني بأننا علينا أن نقرأ اللوائح جيدا وأن لقاحة شؤون اللاعبين واضحة في هذا الشأن حتى لا نقع فيه أخطاء عقد التعاقد مع اللاعبين المحترفين وهنا نود أن نؤكد اتحادكم المؤكر بأننا على علم ودراية جيدا ولدينا فهم عميق وخبرة طويلة وعميقة ليس فقط لقاحة شؤون اللاعبين ولكن كل اللوائح المنظمة لشؤون اللاعبة هذا من جانب ومن جانب آخر وقبل أن نفن دا الواقعة نود أن نوه للمختصين لديكم بأن الجهل بالقانون لا يجوز اتخاذه عزرا وأن الحالة التي نحن بصدادها تختلف اختلاف جوهر تنطبق عليها المادة 11 وده اللي هنوضحه فيه البند الثالث في حالة إقاف القيد سالسا آه دا دا كتير قوي كده يا جماعة كل دا ماشي طب بصوا أنا أقولكم حاجة بقى الخلاصة يعني عشان نخلص القصة دي سالسا يا تعالى عالد آخر حاجة دي آخر فاكرة عشان دي مهمة جدا سعادة الرئيس نحن نرفع هذا الخطاب إليكم لحس الجهة المختصة لإصدار القرار المناسب والذي طال انتظاره دون سبب وفي هذا الخصوص فإنه لدينا اقتراح ركز معي فإنه لدينا اقتراح سوف يرفع الحرج إن وجد عن الاتحاد وهو أن نرفع الأمر للفيفا لتحتكم لديها في هذا النساء تاني النقطة دي مهمة جدا سعادة رئيس اللي هو رئيس اتحاد الكرة نحن نرفع هذا الخطاب إليكم لحس الجهة المختصة لإصدار القرار المناسب والذي طال انتظاره دون سبب وفي هذا الخصوص فإنه لدينا اقتراح سوف يرفع الحرج إن وجد عن الاتحاد وهو أن نرفع الأمر للفيفا لنحتكم لديها في هذا النزام بس بص أنا لا هميل للمصري ولا هميل للزمالك بس هتكلم على اتحاد الكورة بصراحة يا وده اللي كنت بقوله من السنة اللي فاتت وبقوله من السنة دي وأقوله السنة اللي بعدها وأقولناها من عشر سنين خليك صارم وواضح بقوانينك ولوايحك فرقة جايبة اتنين لعيبة دفع لهم فلوس تمام وقعودهم سريع سيبك من الفلوس أنا عايز تفيد منهم فنان في الملعب عندك حل من الاتنين وببساطة شديدة الاتنين لعيبة دول من حقك الاتنين لعيبة دول مش من حقك يا دا يا دا لكن فكرة أنه أنا مش هاق تبقى أقول لهم إيه أقول لهم حقك فحد التانية يزعل مني ولو أقول لهم مش حقك فهم اللي يزعلوا مني لا أخد قرارك أنت الصح أنت تحادل كورة ما تدخلناش في قصص وحكايات وفيفا وليه أصلا ليه أصلا نمشي كل الطريق دا أنا هنا تاني مش بقول إن الاتنين من حق المصري ممكن تحادل كورة يتلعي أقول لك لأ الاتنين دول أصلا من حق الزمكة ومن حق النادي آخر أساسا يعني تمام خد أنت القرار وإحنا نمشي وعراك خد القرار الصح طبقا لللوايح والقوانين وإحنا نمشي وعراك بس أنت دي تسيب الدنيا كلها متعلقة دي حالة غريبة جدا بصراح مش